بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذا العدد المتجدد طبعا فيديو اليوم نحن بنسبق الأحداث أو بالأحرى قبل ما نسبق الأحداث من هنا لأيوم الجمعة كمان يومين في 29 يوليو يوليو 22-22 سيخرج الشباب بعد صلاة الجمعة في هاشتاغ أكبر هاشتاغ في فلسطين غزة الشباب بدها تعيش بدنا نعيش هاشتاغ بدنا نعيش انتم شايفين الوضع في غزة صعب جدا للغاية الشباب ضاعت الشباب ماتت الشباب بتهياني ما فيه شريحة اسمها شريحة الشباب انعدمت انقرضت ليه بسبب الأحوال والضغوط النفسية اللي هم عايشين فيها الآن لحنا قادرين نزوي الشباب ولحنا قادرين ندرسهم ولحنا قادرين نعلمهم مستقبلهم ولحنا قادرين نبني لهم مستقبلهم ليه مفيش الشباب الآن بدها تعيش مكافي قهر مكافي ظلم يعني الواحد فيهم وصل 28-38 سنة عذابي الى متى سيظل الوضع هيكد بالنسبة لغيرنا احنا بناشد حكومتين مش حكومة واحدة احنا بناشد حكومة اشتية محمد اشتية في الضفة وحكومة هنية هنا في غزة انهم يشوفون حالة الشباب بنشوف حالات انتحال كتير بتصير في الشباب في غزة انتحال ولي بيكتل حاله ولي بيحرق حاله ولي بيارتكب اي جريمة عشان ضيق الحال اللي احنا بنمر فيه في غزة الى متى حيبقى هذا الوضع ونحن بنطالب الحكومتين حكومة رمال الله وحكومة غزة يشوفوا حل للشباب يعني بلغ السيل والزبا وهذا هاشتاغ يوم الجمعة لكل الناس الشباب هتو خروج بعد صلاة الجمعة وحيصلوا في العراق زي ما بنسمع في شبكات التواصل الاجتماعي لازم الحكومتين يقعدوا حتى لو فيديوهات مباشر يشوفوا حال شريحة الشباب ما بنفعش كل يوم التاني ومشاكل قائمة في البلد احنا بنشوف حالات كتير ما عزلها بيمون السلطان في قطاع غزة الناس كرهت بعض من ضيق الحال لا في شغل ورا وظائف خصوصا مخرجين الخرجين الجامعات حتى تعين الشؤون المدنية ما في الشؤون إنهم سنة ونصف مبقضوش يعني الفئة المسحوقة في المجتمع ما فيش إلهم دخل الناس الكبار المرضى إن متى يبقى الحال هيكت في غزة شهر ورا شهر أسبوع ورا أسبوع والناس ما قدمت ورا أخرت يعني رجاء أتمنى أنه هذا الفيديو يصل لكل المسائيل في غزة بمباركوا على شريحة الشباب هذول ابناءكم مش يعني ولاد القيادات قاعدين بركبوا جبات وبعتلوا أفخم الفشريهات وفي اللي بيثقنوا في مساكن فخمة زي الفلال وفي العمرات الكبيرة فيه شباب مش قادرين فيش حيطة ستراهم أصلا يعني رجاء على الحكومتين يشوفوا موضوع للشباب قبل فوات الأوان يعني لو احنا في مجتمع غير متحضر كان قامت الدنيا وقامت القيامة بس مبدناش نصل للأشياء هذه واتمنى هذا الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والعقلانية في الموضوع يعني حيطلعوا في مسئلات سلمية بدنا نعيش فقط ما بدناش أكثر من هيكل وخلي الشباب صوتهم يوصل للمسائيل لازم يحلوا الموضوع مع فئة الشباب خصوصا العمال يعني إلى متى علامة استفهام بدنا نعيش الوضع كرب في غزة يعني نرجع ونقول لحنا قادرين نجوز ولا نعلم ولا حتى نبريلهم مستقبل إلى متى يبقى الوضع هيكت لازم يكون في حل بين الحكومتين يجتمعوا في أقرب وقت ويطلعوا بنتيجة عشان خاطر أو بناءنا فقط زي مما أولادهم عايشين ومبسوطين ويتبهنكوا لازم أولادنا يعيشوا زيهم بدناش عيشة القصور ولا عيشة الشريهات والحاجات الفخمة بدهم يقولهم على الأقل مصدر رزق يتوظفوا يشتغلوا يدبروا حالهم على الأقل لكن بطالة في بطالة ما بنفاعش الناس عطلين على العمل في ناس تطلع الشغل من الساعة خمسة فجر لسبعا مغرب عشرة شيكل ايش هي العشرة شيكل ايش بدها تجيب مش جايبة في الوضع هذا يعني رجاء تاخذ الموضوع بعين من الاعتبار والأهمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته